نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنميات المجتمع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعاليات توزيع ألف وجبة على الأسر المستحقة بمقر مركز شباب دمنهور في محافظة البحيرة وشراك في الفعاليات تنميات من الأسر الأكثر احتياجا الذين أثنوا على مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مختلف مدن ومركز محافظة البحيرة وفعلياته المستمرة على مدر العام تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تم تنظيم فعاليات توزيع ألف وجبة على الأسر المستحقة وذلك بمقر مركز شباب دمنهور في محافظة البحيرة نوزع كرتين، نوزع ملابس، نقوم بالتكريم الأبطال المتفوقين نحن لا نجعل أي مجال، مؤسسة الكاتب لا نجعل أي مجال غير وهي دخلة فيه وبتساهم فيه نوزع حوالي ألف وجبة، وده جدوى معتاد طول السنة لكن رمضان طبعا عشان شهر الكريم نوزع أكثر من ألفين وجبة يوميا على مدار الشهر كله حوالي ستين ألف وجبة والحمد لله، واجباتنا تبقى وجبات جاهزة على عدد أفراد الأسرة معنا النهاردة أسر أكثر احتياجا، معنا أكثر من ألفين أسرة ومبارح طبعا كان معنا برضو أكثر من ألفين أسرة إحنا كل يوم إن شاء الله بإذن الله متطوعين وكل يوم بنوزع وجبات، بنوزع ملابس، بنوزع كرتين، ومواد غزائية الفعاليات شارك فيها المئات من الأسر الأكثر احتياجا الذين أثنوا على مجهودات التحالف الوطني في مختلف مدن ومراكز المحافظة جايين من شارك في توزيع وجبات ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية وإحنا مش كل يوم اثنين بس إحنا طول شهر رمضان وكل أسبوع كل يوم اثنين منوزع الحياة دي لدينا دور فعال في المؤسسة تحت طبعا مظال التحالف الوطني احنا بنخلالها بنروح كذا محافظة بننتشر في جامعة نحاق جمهورية محافظات كتير، رحنا كوافل تبية، رحنا في الشرقية قبل كده رحنا في دوميات، رحنا في المينيا من خلالها بنروح لأماكن هناك كتير عن طريق قاعدة بيانات بنعرف من خلال قاعدة البيانات دي أهنه أسر أكثر احتياجا نشطة كلها كويسة، أنا مبسوطة بناخد كل يوم اثنين وجبات وغير الوجبات التي بناخدتها في رمضان كل يوم بتوفر أكثر من ثلاث تلاف وجبة ولا بشكر للتحالف الوطني العامة لأهل التنموي وبشكر الرئيس على مدار العام تتواصل فعليات التحالف الوطني حيث تشمل مختلف نواحي الحياة من حقائب غذائية وملابس وقوافل طبية وغيرها من احتياجات الأسر المصرية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية